إذا جاءنا هيت سؤال وانطلب من عندنا أن نحول هذه المعادلة الرياضية اللي هي عبارة عن متسلسلة رياضية بها مجموعة من العمليات بها الجمع وبها الطرح وبها القسمة وبها الفاكتوريال وبها الأسايمنت أوبريشن هذه انطلب من عندنا أن نحول هذه السيريز إلى برنامج تقدر توقف الفيديو وتحاول أن تحل هذه المعادلة وتحولها إلى برنامج وتطلع الناتج وبعدها نتمشي الفيديو وتشوف طريقة الحل أوكي نحاول نحل هذا البرنامج أول شي قبل أن نحول البرنامج نحن لازم أي برنامج من يجينا لازم نحلل البرنامج لازم نعرف شنو الـ input mod T شنو الـ output mod T شنو الـ process مال هذا البرنامج ونحول البرنامج إلى مجموعة من الخطوات مثل الخوارزمية أو flow chart حتى من نجي نحول البرنامج إلى code تكون العملية أسهل وتكون أكثر كفاءة فهذا البرنامج أنه أول شيء أنا عندي متسلسلة من الأرقام ومجموعة من العمليات الرياضية أول شيء أنا أعرف الأوتبوت ماتي هو الواي يعني أنا أريد أحسب قيمة الواي فهذا الأوتبوت رح يكون ماتي واي بما أنه هو الواي فرح يكون الأوتبوت رح يكون سي آوت المن للواي اللي هو الأوتبوت فرح أطبعاني الواي زين شنو رح يكون الأنبوت الأنبوت هو ألاحظ هنا أني عندي أعداد ثابتة يعني هذا الواحد هو ثابت هنا المقام أيضا أعداد ألاحظ أن المقام يوصل إلى N يعني لازم أني أقرأ الـ N فهذا رح يكون بالنسبة إلي يعتبر كأمبوت وقلنا هذا الـ Y وراه يعتبر الأوتبوت هذه هي رح تكون عملية البروسيس داخل البرنامج زين أنا من أجي أفكر أحل هذا البرنامج شنو أقول أقول أني أقدر بما أنه هاني عندي معادلة أقدر أكتب هذه المعادلة مباشرة وأحسب قيمة الـ Y بس أنتبه على شغلة أقول أنه أنا ما أقدر أكتب المعادلة مباشرة ليش؟ لأنه أنا عندي N وهذه الـ N أنا ما أعرفها هذه الـ N ما رح أخذها؟ رح أخذها من اليوزر يعني هذه رح أقراها كـ C-N أسوي لها C-N للـ N فأني ما أعرف الـ N جد حتى أكتب المعادلات يجوز الـ N أربعة فرح توقف المعادلة اللي هنا ويجوز الـ N عشرة ويجوز الـ N مية فما دام أنا ما أعرف الـ N فإذن أنا أقرأ الـ N مين رح أقراها من الشاشة ورح أخلي الـ N داخل لوب وشرط التوقف من يوصل إلى أصغر أو يساوي N رح ينتهي حساب هذه المعادلة فإذن أنا مضطر أستخدم لوب وقلنا إحنا شنو؟ قلنا اللوبس هي تسهل عملية حل البرامج فإذن أنا عندي هنا عملية وحدة تتكرر كأنما أقول واحد هذه أقدر أقول هي عبارة عن واحد فاكتوريال لأنه الواحد فاكتوريال هو أيضا واحد فكأنما دا يقسم واحد على واحد فاكتوريال بعدين واحد على اثنين فاكتوريال واحد على ثلاثة فاكتوريال إلى N اللي هي N مهما يكون عددها فإذن أنا هاي أول طريقة ما دام أنا عندي N وما أعرف شقد كم مرة راح أكرر المعادلة فأني أخلي ببادي راح أستخدم فد لوب معين وشرط التوقف ماتة من يكون العداد من اللوب أصغر أو يساوي N هذا يخليها ببادي الشغلة الثانية اللي أحاول أفكر بها من تجينيه تشي أسئلة أوجد علاقة أنه هذي اللوب ماتي شنو راح يكون مقدار زيادة مالتها حاليا أنا عندي البسط هو دائما واحد هو البسط دائما واحد بينما المقام هو عملية فاكتوريال وهذه الفاكتوريال لرقم هذا الرقم دا يزيد بواحد يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إلى أن يوصل N فأقدر أنا أكتب المعادلة اللي راح تكون داخل اللوب أقدر أكتبها أخليها فيه متغير بس هي المعادلة راح تكون واحد على فاكتوريال المن للعداد الـ I ليش لأن الـ I مرات يصير واحد راح أبدأ من الواحد مرات يصير اثنين وثلاثة وأربعة وإلى أن يوصل N فهذه هي المعادلة الأساسية مال من مال البرنامج مادي إذن أنا راح أقرأ الـ N وراح أخلي شرط التوقف من واحد أبدأ من الواحد وإلى N يعني أصغر أو يساوي N لأن الـ N داخل بالمعادلة والبروست ماتي راح تكون واحد على فاكتوريال الـ I وهذه عدي شنو عدي بناتهم عملية أول مرة طرح بعدين جمع بعدين طرح بعدين جمع فكأن ما دلت ناوه بالعملية لو كانت كلها عملية جمع لو كانت كلها عملية جمع أقدر أقول Y تساوي مثلا هنا Y القديمة وأنطيها بالبداية صفر زائد هذا فراح إذا كانت كلها زائد راح يكون هيش الحل إذا كانت كلها ناقص راح يكون هذا ناقص بس هنا عندي شنو عندي عملية تناوب بالمعادلة يعني مرة ناقص مرة زائد مرة ناقص مرة زائد فكأنما شنو كأنما يعني مرة ينضرب في سالب واحد ومرة ينضرب في سالب واحد مرة ثانية حتى يصير موجب وينضرب في سالب واحد يصير سالب ينضرب في سالب واحد مرة ثانية يصير موجب فأنا أقدر أعرف متغير اسمه ساين وهذا الساين أضربه في المعادلة بكل لوب مرة يصير موجب مرة يصير سالب مرة يصير موجب فأكون حلية هذا البرنامج خلينا نطبق عملي ونشوف احنا شنو راح نحتاج من متغيرات ومن بروسس هذي المين ماتي اول شي يعني قلت شنو راح اسوي اول شي راح اجي اقرأ الان لان هو الامبوت مات يعني ابدى وين ابدى بالامبوت حتى احل السيريز طبعا قبل اخلي هنا نكتب شنو نكتب في التعليق حتى اعرف هذا البرنامج حتى من اخزن الفايل هنا اقول this program program to solve why تساوي واحد وهنا نقدر نقول على واحد فاكتوريال باعتبار هو نفس الكلام وهنا خلينا نتأكد اول شي شنو اول شي سالب او ناقص واحد على ثنين فاكتوريال بعدين زائد واحد على ثلاثة فاكتوريال بعدين ناقص واحد على اربعة فاكتوريال بعدين الى يوصل واحد على ان فاكتوريال فاول شي قلنا نحدد الامبوت منو والاوتبوت منو وبالبروسس اشوف اكو علاقة بين هذي المقادير بالنسبة للسلاسل الاحظ انو المقام هو دا يزيد من واحد الى ان فاقدر استخدم الفور وهنا انا عندي عمليات قسمة وعمليات زائد وناقص بالتناوب وعندي عمليات فاكتوريال واحنا الفاكتوريال بنيناها في برنامج سابق وخزناها في ملف راح نقدر نستفاد منها بهذا البرنامج قرينا الان الان قبل لا اقرأ لازم اعرفه لانه دائما نحن نعرف متغيرات قبل استخدامها المفروض اجي هنا انا راح ابدي بالفورماتي فور انتجر اي يساوي واحد ليش لانه الاي راح يكون يمثل المقام هو يبدي من الواحد الى الان الان داخل باللوب اذا اصغر او يساوي ان اي اصغر او يساوي ان مقدار الزيادة شقد لو كانت هذه واحد مثلا ثلاثة خمسة راح تكون مقدار الزيادة اثنين اثنين او اذا كانت عملية متسلسلة بال يعني بتتنازلي من الشبير للزغير ايضا اقدر ابدي الفورماتي بالعكس بس هنا حسب هذا السؤال انه هاي الفور بتبدي من الواحد الى ان فالزيادة هي بمقدار واحد افتح اقواس للفور لان راح اصير عندي اكثر من ستيتمنت هذي اقواس الفور اهنا اجي شنو اسوي اول شي راح احسب هذا اذا احسبت هذا كل مقدار على حدة هذا كل مقدار على حدة راح اخذنا متغير اسمه تيمب تيمب راح يساوي شنو راح يساوي واحد على فاكتوريال الاي هذي دالة الفاكت اللي انا بنيتها في برنامج سابق التيمب هو شنو اتوقع عملية قسمه فاتوقع انه الناتج راح يكون كسري فاعرف التيمب من نوع شنو من نوع double الفاكت اللي انا اجيبها الاستخدمتها هنا الفاكت انا معرفها ماكو داعي اجي اكتبها مرة ثاني بالبرنامج اسوي لها include مثل ما تعلمنا في فيديو سابق include وشان الملف سميناه باسمنا save.cpp شوف انت الملف شنو سميت بوقتها تقدر اسوي include او اذا انت ما سويت هذا الملف تقدر تبني دالة الفاكت مثل ما تعلمنا بالفيديوهات السابقة بس هي الحكمة من استخدام الفنكشن انو نبنيها في فايل ونستخدمها شوقت ما نحتاجها هذا السؤال احنا احتاجناه زين فاذن هذا حليت شنو هذا الكسر الاول والثاني والثالث والرابع الى end هذه اللوب راح تبدي من الواحد الى end تحسبلك كل التيمب زين انت شنو تحتاج تحتاج الواي الواي هي راح تساوي واي القديمة من هي واي القديمة لازم تعرف واي القديمة تقول دابل واي تساوي ما انو انت مستخدمها بمعادلة راح تاخذ قيمة قديمة فحتى لا تاخذ قيمة عشوائية تنطيها فد assignment يعني فد initialization تنطيها قيمة ابتدائية صفر لان انت عندك عملية جمع او طريح تنطيها الصفر لو انت عندك عملية ضرب لازم تنطيها شنو تنطيها واحد فننطيها قيمة ابتدائية لانه حتى من نقول واي القديمة لا تروح اول تنفيذ لا تروح على قيمة عشوائية لان مثل ما قلنا انه لغة المتغير من التعرفها راح ياخذ قيمة عشوائية اول مرة اذا ما سويت له initialization فهنا اذا اقول واي زائد temp اللي حسبته بالخطوة السابقة هذا شو راح يحسب؟ هذا كأنه راح يحسب اذا كانت السلسلة كلها زائد يعني كان هذا واحد على واحد زائد واحد على ثنية فاكتوريال زائد واحد زائد بس الحال انا ما عندي كلهم زائد عندي مرة هذا موجب مرة صار سالب مرة موجب مرة صار سالب وهكذا فاذا عندي عملية تغير اشارة في كل دورة في كل لوب بالتناوب فاني اقدر اعرف مدغير اسمه sign هنا انا هسميه sign راح يمثل الاشارة وانطيه بالبداية كقيمة ابتدائية راح انطيه واحد ليش انطيته واحد؟ لانه اول واحد عندي هو موجب فهذا راح اضربه في واحد بعدين احول الساين اسويها سالب واحد اضرب هذا في الساين اللي هي سالب واحد راح يصير سالب هو سالب واضربه بالساين راح احول ايضا انه سيكون سالب سالب فيه سالب راح يصير موجب وهكذا فصير عندي ناتج السلسلة صحيح 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 نحن سوف اضربه وانطيه بمن؟ الكم الي راح يمثل لي الكسر اعجب هسفي حاليا واحد بالدورة الثانية راح يصير سالب واحد اذا احنا راح اضربه ساين يساوي ساين القديم اللي هو واحد اضربه في سالب واحد هذه الطريقة كل دورة ينظرب في سالب واحد فاذا كان بالدورة السابقة سالب واحد ينظره فيه سالب واحد رح يصير موجب إذا كان موجب ينظره فيه سالب واحد رح يصير سالب واحد بالتناوب وهذه نقدر رحنا العبارة نختصرها مثل ما تعلمنا نسويها هيجي كاختصار للكود هي نفس الشي هذه العبارة معناها تساوي ساين في سالب واحد زين خلاص عملية البروستس ماتي شنو عندي لازم أطبع ورا خلص الفور لازم أطبع الواي لأنه الواي رح تحتفظ بالقيمة النهائية الواي هنا عندي رح تحتفظ بالقيمة النهائية بعد ما ينتهي اللوب خلان نفذ واشوف شنو عندي مشاكل خلان نفذ خللي اثنين مثلا نختبر طلع لي واحد وهذا خطأ ليش لأنه هنا أنا عندك إذا خليت اثنين السلسلة ماتك رح تكون لهنا فأنا أسئلك واحد تقسيم واحد رح تقول لي واحد ناقص واحد فاكتورة الاثنين هو اثنين واحد على اثنين نص واحد ناقص نص لازم يطلع شنو لازم يطلع نص الجواب الطلع لي بالتنفيذ طلع خطأ طلع واحد وهو يعني يعني أكوفة مشكلة عندي المشكلة احنا شفناها فيما سبق انه هذي عملية القسمة ده يقسم انتجار والفاكتوريال إذا تتذكرون يترجع لي انتجار احنا الفاكتوريال وين خليناها هنروح نشوف الفاكتوريال احنا ضمنناها وين بهذا الملف اللي هو save.cpp بما أنه احنا ما خالين path يعني يعني مكاتب هنا d أو c ما دام تخلي بدون path إذن هو يفترض وين موجود هذا الملف يفتره موجود بملف الانكلود الأساسي ما للكمبيلر اللي هو بالc البورلان c الانكلود فهي افترضه هنا إذا تريد هذا الملف تنقله بغير مكان لازم تغير الباث اللي هو هذا فنسوي لأدت فدالت الفاكتوريال ترجع لي شنو ترجع لي انتجار فهنانا صارت عندي مشكلة بالبرنامج وهي انه قام يقسم لي انتجار على انتجار والناتج تقسيم انتجار على انتجار مثل ما شفنا ينطيني انتجار فمع انه هي double ما دام قسمة انتجار على انتجار راح يرجع انتجار فحتى احاولها سوي عملية الـ typecasting اللي حجينا عليها بهيش حالة راح تتحول ناتج هذه القسمة راح يتحول الى عدد كسري فمن اجي انفذ وانطيه الان اثنين الناتج هو نص صحيح هلأ جرب لثلاثة ثلاثة point 666 اختبر الناتج حتى تأكد البرنامج صحيح انه هنا نقلنا هنا واحد على واحد واحد نص واحد ناقص نص نص زائد فاكتورة لثلاثة جقد ستة واحد على ستة واحد تقسيم ستة زائد نص point 666 صحيح اذا البرنامج ماتي دا يشتغل صحيح اذا انطيه الان عشرة الناتج هذا فالبرنامج دا يطلع النتائج صحيح اذا اجاك سؤال قال لك هذا برنامج قدامك تقدر تحول لي هذا الى function يعني شنو function يعني البرنامج بالمين ماتيك رح يكون بهاي الصورة تقرأ الان والدز الان الى دالة اسمها sum دازية الان الى دالة اسمها sum رح ترجع لك الدالة قيمة الواي النهائية وتطبع لي الواي اجاك سؤال قال لك بهاي الطريقة فشلون رح تبني دالة السم على اساس هذا السؤال تقدر توقف الفيديو وتحاول تعدل البرنامج بحيث يكون الشغل اللي اشتغلناه كله داخل منه داخل الفونكشن اللي اسمها sum اوكي ستخلي نحاول نحول هذا الى دالة السم اذا رح نعرفه هنا رح اقول sum رح تاخذ انتجر n انتجر n وهذه اقواس الدالة sum قبل المين عرفناها حتى ما نحتاج نكتبه prototype زيان هذه السم اش رح ترجع لي رح ترجع لي الواي الواي قلناه هو double شان هنا عرفنا double فهنانا السم يكون الـ return type مالتها double زيان بعدين نجي للبروستس هذي نفس هالي هي البروستس ما رح تتغير عندي نفس البروستس رح انقلها وان خليها رح اخليها بداخل الدالة زيان اللي رح يتغير عندي شنو لازم هنا انا بعد ما احسب هذا كله واحسب الواي لازم ارجع بالواي لان قلنا كل دالة بها return type ما عدل void ما بها جملة الـ return هنا انا شنو رح اخلي ارجع بالواي فارسة منقوضة كما بارسة؟ زيان خلي اشوف تعاريف شنو رح احتاج انا شنو استخدمت 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 ان ان عرفته الاي هنا معرف التمب ما معرف بالدالة لان لازم اعرف بالدالة الفاكت معرفة باعتبارها موجودة بهذا الفايل اذا احتاج اعرف التمب والساين والواي الواي لازم اعرفة أيضا وين بالدالة فياجي اخذ ذني اذا اسوي الهن طبعا هنا راح تاج الان الدالة تخلي اضبط تعاريف الدالة ولا شيء التمب عرفنا الواي عرف نازم انطيقية مبتدائية والسائن انطيقية ابتدائية الان بعد ما احتاج عرفها ليش لانه الان هنا مو عرفه لان انا دزيتها من المين بالمين شنو عندك تعاريف بالمين لازم تعرف الان طبعا انت ان ولازم تعرف الواي دابول لانه هذي الواي تختلف عن الواي اللي موجودة بالدالة دابل واي دابل واي وذا رين نعرفها مثلاً خنا نطيه غير حرف زت مثلاً هذي الزت وطبع هذه الزت فاذا ننفذ خنا نشوف شنو الإيررور عندي هنا شي يقول ها هني مستخدم زت جوه حتى أوقف شاشة التنفيذ فهنا صار دابل ديكلاريشن ننفذ اذا نطيه مثلاً ثلاثة هيطلع لي بوين ستة اذا البرنامج صحيح هذه طريقة حل البرنامج باستخدام الفونكشنز